السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة وبسيطة وسريعة اليوم و مثل ما دا شوفون رح نسوي نوع جديد من انواع المعجنات رح نستخدم بيها الصوصج وصفة جدا لذيذة وبسيطة ان شاء الله حتجربوها وتعجبكم بس قبل ما نبدي خلولي لايك للفيديو واللي بعد ما مشترك يضغط على زر الاشتراك سبسي كراي بتفعلون الجرس حتى توصلكم اشعارات كل الوصفات اللي انزلها وخلونا نبدي بوصفتنا ونقول بسم الله اول شي نسوي نبدي نحضر العجينة اللي هي عبارة عن كيلو طحين رح اضيفه اياه خمسة الى ست ملائق طعام من الزيت النباتي ملعقة طعام ملح وملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي بالاضافة الى كيس خميرة فورية ضرف واحد طبعا هنا اضافة اللبن وطيب من اضافة الحليب هذه العجينة سبق ان قدمتلكم اياها باكثر من وصفة مثل ما لاحظته كل المعجنات ممكن نستخدمها وناشحة جدا وكلش كلش طيبة يعني جربوها ودعولي بيجزال حمب عجين اي نوع فطائر جربوها ورح تنجح عدكم ان شاء الله رح اضيف هسة الملح فوق الطحين ونبدأ بعملية العجن اخلط الملح ويا الطحين بهالطريقة هذه واسوي حفرة بالوسط رح اضيف الزيت واخلطة ويا الطحين نخلطها بالايد اواشي بالملعقة بعدين بالايد هتحاولون تفتتون قطع الزيت وتخلوها تندمج جوية الطحين على المود ما يصير ملكلك او مكرزل فتفتها بهالطريقة هذي بعدين نجيب غلاس مي والمي يكون شوية دافي محار ونضيف بيه ضرف الخميرة ويا شوية من الشكر ملعقة شاي شكر او سكر ونخلطها ونتركها مع بعض لدقيقة على مودة الزوب الخمرة بعدها نضيف الخمرة فوق الطحين بالاضافة الى ملعقة الطعام اللبن الزبادي وشوية من المي طبعا المي نضيفه تدريجيا الى ان نحصل على عجينة متماسكة رح نخلط بهالطريقة هذي وبعدها نبدي ننزل الطحين عليها ونعجنها بالايد والمي نضيفه شوية شوية الى ان نحصل على عجينة متماسكة بعد ان نعجنها نغلفها بالنيلون ونتركها لمدة ساعة الى ان تتخمر بعد ان تخمرت اخذ قسم من العجين وباستخدام الشابك رح افتح عجينة بشكل بيضوي وما تكون كلش سميكة تكون بهالخفية هذي وهذا السمك وابدي اشكل القطع رح اخذ نضغط اصبع صوسج واحد وابدي الف العجين عليها بهالشكل هذي نضغط عليها شوية على ما تنقفل من الاسفل ونضغط من الجوانب ونشيل العجين الزايد وطبعا نرجع نستخدمه للعجين هذي رح اقطع هذه القطعة الى ثلاث اجزاء وتكون جاهزة هذه عملية التشكيل جدا بسيطة رح ناخذ بيضة ونخفقها على مود نطلي بها سطوح القطع طبعا القطع هنخليها في قالب مدهون او ممكن تستخدمون ورقة الزبدة اذا متوفر عدكم ابدي اطلي هسه سطوح القطع بالبيضة اللي خفقناها بعدها نزينها بشوية سمسم او ممكن حبة البركة اذا عدكم تنطيها فالشكل كلش حلو ايضا نكهتها تكون اطيب صار القالب هسه جاهز رح ادخله الى فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 نفتح اول شي الشوايا السفلية ومن تتشقر نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية ولا تخلوها تحمل زايد على مود الصوصة جميع شوعتكم زيادة عن اللزوم ويبس يعني من تكون بهالشكل هذا اللون ذهبي تكون كلش كافية ان شاء الله تجربون الوصفة وتعجبكم وتقدموها وتاكلوها بألف عافية مثل ما شفتوه جدا بسيطة لكن النكهة روعة وشكل كلش كلش حلو ممكن تستفادون منها برمضان ان شاء الله يجع علينا وعليكم بالخير والبركة ممكن كوجبة سحور او طبق جانبي بالفطور ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وشكرا جزيلا دعمكم المتواصل والألتقيكم بوصفة جديدة مع السلامة